موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في فقرة ضيف المساعة برقناتكم المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 27-03 المتعلق بقضية الصحراء المغربية والذي يأتي في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف تحت القيادة المتبصرة لساحبي الجلال الملك محمد السادس نصره الله وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين في الخارج وفي بلاغ لها أوضحت أن القرار 27-03 يمدد ولاية بعثة المنورس لمدة سنة أي إلى غاية متن أكتوبر 20-24 الوزارة أبرزت أن الدعم الدولي المتنام من حوالي 100 بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وفتح أكثر من 30 قنصلية عامة بالعيون والدخلة وعدم اعتراف أكثر من 84% من الدول الأعظام في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهد والمنطقة في إطار النموذج التنموية الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية في هذا المساء مشاهديننا سنعود بالتفصيل لهذا القرار من مجلس الأمن الهام رفقة ضيفنا العزيز سيد عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقية الدراسات الاستراتيجية سيد عبد الفتاح مرحبا بك أهلا وسهلا بداية أستاذ عبد الفتاح حينما نتحدث عن هذا القرار الذي تبناه مجلس الأمن 27-03 السؤال هنا ماذا يعني بالضبط هذا القرار أستاذ عبد الفتاح نعم هذا القرار أولا على مستوى تمديد بعثتهم من رسول يجب أن نركز على نقطتين أساسياتهم الأولى هو أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي يعني يراعي قضايا استتباب الأمن والاستقرار في منطقات السحر والصحراء كمجال جغرافي واسح وكذلك يؤمن كذلك بضرورة الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة باعتبار أنها مكان لمرور أو طريق دولي للتجارة الدولية ويحرز كذلك على أن المملكة المغربية تقدم في ذلك المجال بنية تنموية واقتصادية من شأنها أن تعزز التماسك والاستقرار وكذلك الأمن في تلك المنطقة بالنظر كذلك إلى تداعيات هذه المشاريع التنموية الكبرى التي أعلن عنها المغرب في أقاليم الصحراء لا سواء في الدخلة ولا سواء في العيون إذن هذا من جهة أخرى يكرس دور المهم والفعال الذي تقوم به بعثة المينورسو للحرص على الحفاظ على هذا الاستقرار الذي أصبح مكسبا دوليا وأمميا وتحرص الأمم المتحدة على ضرورة الحفاظ عليه لذلك لاحظنا مجموعة من التنبيهات والتحذيرات إلى جبهة بوليزاريو من مغبة الاستمرار في المزيدة السياسية بالمناورة على مستوى التهديد بتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة ودعاها إلى ضرورة احترام تحركات حرية التنقل وكذلك حركة يعني حركة مراقبة بعثة المينورسو وأنشطة بعثة المينورسو وفعلا كذلك نبهها من مغبة كذلك الاستمرار في خرق وقف إطلاق النار مقابل ذلك هناك كذلك إشادة وترحيب بالدور وكذلك بالتعاول التي تقدم المملكة لبعثة المينورسو إذن فرق كبير وشاسع لكن نقطة أساسية ومحورية هي أن الأمم المتحدة حينما أعادت تمديد باعتة المينورسو لسنة إضافية هي تشدد على ضرورة الأمن والاستقرار وتحذر الأطراف الأخرى من اللاعب بالنار فيما يخص هذه النقطة لأنها أمر مقدس لدى المجتمع جميل السيد عبد الفتاح ما الذي يمثله هذا التمديد بالنسبة للمغرب بدرجة أولى أولا المملكة المغربية من خلال هذا تتبين بأن لها توافقات والتزامات وتعهدات وهي دولة تساهم إلى جانب المجتمع الدولي في تأمين الأمن والسلم الدوليين إذن نحن أمام دولة مسؤولة أمام دولة تقدم يد المساعدة أمام دولة تلتزم بالقرارات أو بالشرعية بالقرارات الشرعية الدولية في مقابل الأطراف الأخرى التي تشجع على الخروج من اتفاق سبق وتم توقيع عليه في سنة 1991 بالنسبة للاتفاق العسكري رقم واحد والذي خرقته جبت القوليزاريو بإعاز وبدعمين وتشجيعين من الجزائر ثم كذلك أن هناك كذلك التماهي أو هناك كذلك حالة من الافتخار بالرشقات عسكرية ضد دولة قائمة مؤسساتية وكذلك في تجاوز وفاعلة وفي تجاوز كذلك للمنتظم الدولي ولمجلس الأمن الذي يتابع هذا الملف وهو حكر عليه ويتابعه كذلك من خلال مجموعة من الضوابط والقرارات الأممية إذن نحن أمام دولة تتعامل وفق الشرعية الدولية ومقابل كذلك أطراف وخصوم في الطرح الانفصالي يتجاوزون هذه الشرعية ويرفضون الانصياع لهذه القرارات الأممية ويعومون في بحر الوهم طبعا نعم تحدثت عن الجزائر كي نتحدث بكل وضوح هذا القرار حسب وزارة الخارجية حدد بوضوح أطراف العملية السياسية وتحدث على ذكر الجزائر ست مرة يعني مقارنة بالمغرب أيضا ست مرة مما يؤكد حسب بلاغ الوزارة على أن الجزائر هي طرف رئيسي وفعلي في هذه القضية نعم إذن اليوم نحن أمام قناعة وأمام وعي للمجتمع الدولي بأن الجزائر ضالع بشكل رئيسي بل وأنها هي العقدة الأساسية لإيجاد أو للتسريع بإيجاد تسوية سياسية وأن الجزائر اليوم هي تعطل آلية الحل السياسي وهي الموائد المستديرة الذي أعاد القرار الأخير لمجلس الأمن التنصيص والتأكيد عليها وحينما يتحدث القرار أو يشير بالإسم ست مرات أكثر من المملكة المغربية فطبعا هذا في ذلك إحالة إلى الدور الرئيسي والمحوري للجزائر بأنها طرف رئيسي في المفاوضات وأن المفاوضات لا يمكنها أن تستقيم إلا بحضور الجزائر وفقها الأطراف أين كانت وخاصة الجزائر باعتبارها طرف رئيسي خاصة أن مجلس الأمن أنكر على الجزائر رفضها السابق لعدم الإنصيا لهذه التوصية لكنه أعاد من جديد التأكيد وهذا يشكل طبعا ضغطا قويا وحشر خصوم الوحدة الترابية في الزاوية وجعلهم كذلك أمام ملاحقات شرعية دولية التي يتفرج عليها العالم أنا أشكرك شكرا جزيلا لم يبقى لنا الكثير من الوقت السادة الفتاح الفاتحي على كل هذه القراءات وإن شاء الله في الحصص الأخرى من ضيف المساء نناقش هذا إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا وأشكركم كالعادة مشاهدين ولكلي الزملاء الشكر أيضا إلى اللقاء